يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله بعض الصوفية يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط ولا يفهم من الحديث هذا يفهم من الحديث أنه يكثر من الصلاة على الرسول بدل الدعاء يجعل محل الدعاء بحوائجه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خير ذلك ما نحدث شيء ما عليه دليل من هذه الأمور نعم يقول فضيلة السؤال يقول بعض الصوفية يجعل الصلاة المفروضة والنوافل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة المفروضة بعد والنوافل ويجعل محلها صلاة تغيير لدين الله عز وجل الصلاة فريضة أو نافلة على ما هي عليه صلي فريضة أو نافلة وسيصلي على الرسول في الصلاة لأن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير وهي من الواجبات في التشاهد الأول من الواجبات في الصلاة في التشاهد الأول أما أنه يكتفي عن الصلاة عن الركوع والسجود والقيام بالصلاة على الرسول فهذا من تبديل الشرع تغيير دين الله عز وجل نعم ونقدر لكم طريقة الصوية والصلاة على الرسول طريقة مبتدعة طريقة مبتدعة لا يعتمد عليها ولا تشرع وليس فيها أجر ولا ثواب لأنها بدعة نعم